لكن الفترة بتاعة التكفيل بتاعة الكورونا دي ثلاثة شهور كانت بالنسبة لنا والله حاجة مأساوية لأنه على النايارات الواحد يمكن خلمال ذاته ما بيتحمل ليوم خليك أسبوع خليك من ثلاثة شهور ما تنسيينه ولاك مسئولية ولاك أسرة وكل الأشياء الشيء المؤسف ما شهد السماء يعني بدل ما يكون في الوضع الأحسن ما شهد أسوأ فما تنسيينه الدكاكين دي دي إيجار يعني ما ملكنا نحن فإيجار المحل وما تنسيينه مصاريفك من وين ودخلك محدود ووراك مسئولية ووراك وكل الأشياء بقت مرتبعة إذا كان زمان أنه بناخد الغاز الآن اللي هتكلمنا عن كإنسان غروي الغاز اللي أمبوه كان بمئة وخمسين جنيه اليوم اليوم والله العظيم أنا أحنا من منطقة شرق البطانة اليوم وسط وعند الغاز بألف وستمائة جنيه ألف وستمائة فوين دور الرغابة هنا وين دكتور كما شاهدنا هموم المواطن السوداني هذا واحد من 42 مليون مواطن سوداني وكل يشكو همه في ظل هذا الوضع أوليس من الأكرم لرئيس زراء قحت أن يقدم استقالته على كله واضح لو أنه كان يتمهى مع مطالب الجماهير ويستشعر على الأقل معاناة هؤلاء الناس ويرصدها بشكل صحيح أعتقد أن هناك الكثير من المعالجات والحلول التي ربما كان يمكن أن يقدم عليها لكن للأسف الشديد أتصور أن طبيعة التفكير التي تتحكم الآن في رئيس الوزراء وطبيعة النخبة التي حوله يبدو لا تساعده في التفكير الصحيح بقدر ما تسعى إلى دفعه دفعا إلى ما تراه هي من مواقف وهذا بطبيعة الحال سيعقد المشهد كثيرا من الناحة السياسية والاقتصادية وحتى من نواحي التماسك المجتمعي والأهلي في الفترة المقبلة دكتور الوضع الاقتصادي في السودان أصبح إلى الأسوأ حمدوك يمثل نائب رئيس اللجنة العليا واللجنة الاقتصادي العليا أين رئيس اللجنة منذ فتر لم نراه في تصريحات ولا في مؤتمرات؟ على كل لا علم لي حقيقة بوضعية حميتتي على وجه التحديد لكن طبعا إذا أردت أن تقرأ رجل كام بذلك النشاط الذي عرفناه به تصريحات عديدة جدا خروج إلى الأناس والتبشير وحتى رسالة الفأل لكن واضح جدا قبل 30 يبدو لهناك نقطة فاصلة في وضعية حميتتي على وجه التحديد 30 يونيو كانت كأنما هي نقطة فاصلة في تاريخ حمدوك هو وضعية على الأقل في داخل جهاز الدولة السودانية هل هناك على الأقل محاولة تحجيم له من خلال المؤسسة العسكرية باعتباره فينا ثم طاف وكان جزء على الأقل من هذه المنظومة فهل على الأقل في إعادة هيكل أو إعادة تموضع لمسألة المؤسسة العسكرية وبالتالي يراد إظهار الجيش ومؤسسات الجيش على الأقل بأنها هي التي تستطيع أن تعبر أم أن هناك خلافات على الأقل لم تطفوا بعد إلى السطح ولكنها ستكون موجودة والرجل إلى الآن صامت عنها وساكت وربما يعطي الفرصة ولكن أنا في تقدير خطورة هذا النوع من الصمت أحيانا إذا كانه فعلا في مشكلة وهناك صمت عنها فإن صمت العسكر غالبا ما ينتهي بانفجارات والكل يعرف ذلك